محمد والمحمد وندعو لإخواننا فلسطينين بالنصر يعد البصل أنيون واحداً من أكثر أنواع الخضروات شهرةً حول العالم فماذا تعرف عن فوائد البصل الأحمر؟ فوائد البصل الأحمر يحتوي البصل الأحمر على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة المختلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من البصل بالإضافة إلى الكبريت وهذا يعني أن له العديد من الفوائد الصحية المختلفة إليك التفاصيل 1- تقليل خطر الإصابة بالإتهابات من أهم فوائد البصل الأحمر أنه يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالإلتهابات المختلفة في الجسم وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة حيث تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم والخلايا من الإصابة بالأنواع المختلفة من الإلتهابات ممن يعزز مناعة الجسم 2- التقليل من مستويات الكوليسترول المرتفعة يساعد إدراج البصل الأحمر ضمن النظام الغذائي الخاص بك في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة إذ أن مركبات الكبريت التي يحتوي عليها البصل تلعب دوراً في خفض الكوليسترول السيء والدهون الثلاثية إضافة إلى تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد 3- تعزيز مستويات كريات الدم الحمراء تناول البصل من شأنه أن يساهم في تحسين عملية إنتاج كريات الدم الحمراء السليمة في الجسم وبالتالي تعزيز مستوياتها هذا الأمر من شأنه أن يحسن من جودة استخدام الأكسجين في الجسم 4- تقوية القلب وجهاز الدوراني بما أن البصل الأحمر يساعد في تعزيز مستويات كريات الدم الحمراء فهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والجهاز الدوراني أيضاً وهذا يعني أن البصل الأحمر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز من وظائفهم المختلفة 5- التقليل من خطر الإصابة بالسرطاني كما ذكرنا فإن البصل الأحمر يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة وهذا الأمر يعني أن خطر الإصابة بالأنواع المختلفة من السرطاني ينخفض والعلاقة هنا تعود إلى دور مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة ومنع تراكمها في الجسم والتي بدورها ترفع من خطر الإصابة بالسرطانات 6- ضبط مستويات السكر في الدم واحد من فوائد البصل المهمة هو قدرته على ضبط مستويات السكر في الدم وذلك نتيجة احتوائه على مادة الكروم وللكروم العديد من الفوائد الصحية المختلفة كما أنه قادر على ضبط مستويات السكر بشكل جيد 7- المساعدة في خفض ضغط الدم وجدت مراجعة عام 2019 أن مادة الكرسيتين كورسيتين التي هي مركب موجود في قشرة البصل لاها تأثير على خفض ضغط الدم عندما استخلصها الباحثون وأعطوها كمكمل غذائي ومع ذلك لم تفحص الدراسة لأثار المحتملة على ضغط الدم من تناول البصل كجزء من النظام الغذائي بدلا من تناول الكرسيتين في شكل مكمل غذائي 8- تحسين صحة الجهاز الهضمي البصل مصدر غني بالألياف والبريبيوتك الضرورين لصحة الأمعاء المثلة حيث تتغذى بكتيريا الأمعاء على البربيوتك وتنتج أحماض ضهنية قصيرة السلسلة بما في ذلك أسيتات بروبيونات 9- تعزيز صحة الشعر يعد البصل مصدرا جيدا لفيتامين جيم فقد يدعتم البصل بناء الكولاجين والحفاظ عليه الذي هو المكون الرئيس للشعر والبشرة 10- فوائد البصل الأحمر الأخرى إلى جانب ما سبق فإن للبصل الأحمر العديد من الفوائد الصحية المختلفة ومن أهم فوائد البصل الأحمر الأخرى هذه لآتي المساعدة في فقدان الوزن تنظيف الجسم من السموم تعزيز صحة الفم والأسنان المساعدة في الحفاظ على البشرة تقوية الصحة الجنسية المساهمة في علاج تهيج المعدة الأثار الجانبية للبصل الأحمر هناك بعض الأثار الجانبية التي قد تترتب على تناوله والتي من أهمها لآتي ضيق في المعدة تهيج الجلد الإكزيما إكزما شكرا لكم على المشاهدي الفيديو ومتابعتكم لقناتي أن تكونوا استمتعتم بالمحتوى وأستفتم منه أذا كنتم طروقكم ما نقدمه على القناة وترغبون بالمتابعة المزيد من المحتوى المفيد ننصحكم بالاشتراك بقناتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر